التعريف بمنخ الاستثمار في السلطنة واجتذاب رؤوس الأموال للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عنوين بارزة لزيارة الوفد العماني الذي يقوده مع علي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى العاصمة الإيطالية روما زيارة انتلقت في محطتها الأولى من مقر وزارة الخارجية الإيطالية حيث جرى لقاء موسع بين الوفد العماني ونظره الإيطالي برئاسة نائب وزير الخارجية وتعاون الدولي بردتو دي لا فيدوفا تحدثنا عن القطاع السياحي تحدثنا أيضا عن السمكي تحدثنا عن المواني أيضا لأنه هذه مهمة جدا وهم اهتمامات هم كثيرة تحدثنا أيضا عن النقليات وعن ما هو النظام الذي سيتم العمل به في منطقة الاقتصادية تعرف المنطقة الاقتصادية بالدقم مساحتها كبيرة 1745 كيلومتر مربع طبيعي نحن بحاجة لهذه المنطقة بنظام تنقل بين المناطق والنظام مواصلات حقيقة حديث هذه المنطقة الاقتصادية ستوفر فرصة للمستثمرين الايطاليين في عدة مجالات كالسياحة والتعليم والخدمات بصفة عامة إلى جانب الصناعات الثقيلة التي تهم الشركات الايطالية الكبيرة منها والصغيرة استعراض منخ الاستثمار في السلطنة بشكل عام كان حاضرا بقوة في محادثات ونقاشات الوفد العماني بالمسؤولين الايطاليين مع التركيز على الفرص الاستثمارية والحوافز والمزايا والعفايات الضاربية التي تقدمها هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم للمستثمرين كما تعرف نحن بحاجة في سلطنة الموانئة إلى النظر إلى الخبرات وخصوصا في الخبرة التكنولوجيا وخبرة إدارة الموانئة بالشكل الحديث ونقلها إلى السلطنة من خلال المستثمرين الايطاليين الشركات الايطالية لها دور كبير في إقامة مثل هذا المشاريع في العالم لها وجود في سلطنة عمان هناك خبرة كبيرة من الجانب الايطالي في قطاعات مختلفة وبالتالي الفكرة أن يتم استقطاب هذه الخبرات تولى الوفد العماني في لقائه بنظره الايطالي تقدم أجوبة على عدد من الاستفسارات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والحوافز الضاربية وغير الضاربية وأخرى حول نسب التملك الأجنبي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية بالدقم كما تترق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وإيطاليا وإيجاد شركات اقتصادية وتجارية ناجحة تأتي الحملة الترويجية للمنطقة الاقتصادية بالدقم في إيطاليا بعد النجاح الذي حققته الحملات الترويجية سابقا مستفيدة في الوقت نفسه من نمو العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وإيطاليا التي عرفت في السنوات الأخيرة نسقا تصعديا وسريعا بالقسم بكر لتلفزيون سلطنة عمان روما ترجمة نانسي قنقر